أهلا وسهلا فيكم مجدداً لكل المشاهدين ضيفنا في هذه الفقرة بطول مترين وأربعة سنتيمتر نشأ واشتدت قوته أيضاً الرياضية محلياً في نادي سرية رامالله وقدم فيها أقوى العروض لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة ساني جورج ساكاكيني 25 عاماً نستضيف اليوم بعد رحلة ناجحة في الملاعب الفلسطينية والدولية صباح الخيساني صباح الخيساني ساني يعني كان التحدي إذا بدي أعرف أقدم معك ولا لا يعني لا الفقرة على القاعد مش مشكلة تمام إحنا رفعنا الكاميرات زيحنا الكنباي زبطنا الوضع مرتاح كل هذا مش مرتاح لا هيك جيد يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك ساني وين كنت أخذ محطة عندك إشيت من وين لبنان دوري اللبناني أدقعت فترة شهر ونص تقريباً خلصت من دوري الصيني وكمرت على دوري لبناني تجربة كتير حلوة الدوري اللبناني بالنقوى الدوريات بالمنطقة الأجانب الموجودين في الدوري اللبناني كتير قواية مستوام كتير عالي وأنا كنت واحد من هدول الأجانب الغريب بالنسبة للناس بالموضوع أنه دائماً الأجانب المفروض يكونوا أمريكان أو المفروض يكونوا من أوروبا بس أنا مقتنع أنه هاي النظرية بتختلف يعني بالنسبة لي أنا كنت زيهم أجنبي بفريقي بس يعني بين أسين أنه أنا فلسطيني فشوي غريبة للناس بس طبعاً الأرقام اللي أنا عملتها واللعب اللي كنت ألعبه أثبت للناس أنه لا مش بس الأمر كان بقدروا يعملوا هذا الحكي في عرب تانيين كان موجودين أجانب عربي يعني أه كان في واحد مصري بالدوري اللبناني فهو كمان إشي نادر مش إشي يعني طبعاً يكون موجود طب ثانياً أنا ممكن بدأت من الآخر وكنت تحكينا وين كنت في آخر محطة ولكن كمان للمشاهدين خلينا عرف عليك أكتر تحكينا عن مصيرتك يعني مع كرة السلة بداية هون كانت صراحة عادية جداً زي باقي العيبة اللي لسه موجودين بالبلد تعرف البلد ما في احتراف ما في الاحتراف مش بس مصاري الناس بتفهم إنه الاحتراف لازم يكون فيه مبالغ تدفع للعيبة وهذه الأمور بس بلشت كاي لاعب هون وأنا حطيت براسي إنه لازم الواحد يتطور ولازم أوصل ولازم أعمل طبعاً تدريب كتير زيادة كان المفروض الواحد يتمرن عشان يوصل لهذه المراحل هلأ بهاي الأوقات حتى من قبل لما أبلش أطلع لبرة كان التمرين تعوني 6 ساعات باليوم فكان كمان هذا يعني دافع منك مش كانت هيك تدريب موجودة أكيد بالزبط أكيد هلأ المشكلة إنه ما فيه بالبلد حدا يساعد بهاي الأمور حدا بروفشنال كتير إنه يوصل للعب لدرجة عالية تعرفي البلد عندنا بالرياضة رسا مش زي أوروبا مثلاً أو زي أميركا الاهتمام منه الواحد وهو صغير شوفه شو بحبه وببلشو معه وهذا بسرق كتير يعني أكيد طبعاً يعني اللي بده يوصل لهذه المراحل لازم يكون منهو صغير يعني زي ما بقوله وناس مدربين وبقوله له شي يعمل هذا الحكي أنا ما لقيته صراحة بالبلد لولا إنه أنا كنت بدي من جواي بدي أوصل و بدي أعمل والحمد الله يعني طولك يعني سيش ما شل تعمل إشي تاني طولك بقولك إلعب خراك تسلي طيب ثاني وين المحطة اللي بتحسها كانت مهمة وخلقت عندك فرق بحتى كيف أنه تطور وصار الموضوع على مستوى دولي وعربي مش بس على مستوى فلسطين أول نقلة نوعية صراحة بحياتي كانت لما بلشت بالأردن طلعت من فلسطين للأردن الأردن يعني أنا هلأ بالنسبة لي مستوها كتير عادي يعني قبل كان لما انتقلت على الأردن كانت نقلة نوعية من فلسطين للأردن كانت الأردن طبعا ما بقللش من قيمة الدور الأردني أكيد الدور الأردني كتير قوي كتير ممتاز هو البداية كان لقيدي زي ما بتقولي بلشت مع النادر رياضي أراميكس بالأردن كأجنبي كنت ألعب تحت سن عشرين كنت ألعب مع الفري الأول الرجال أعد تقريبا أربعة سنين بالأردن بهاي الفترة كانت نقلة كبيرة بمستوي كلاعب اتطورت كلاعب ذهنيا وجسديا مهاريا بكل شيء لأنه كانت هناك مدربين بزرق حلا مش مش الإشي الواو بس مقارنة بفلسطين كتير كتير الفرق يعني موجود ومن هناك بلشت طلعت على الصين أول مرة وبعدين طلعت على الصين ثاني مرة بعدين رجعت كمان مرة على الدور الأردني لعبت سيزن واحد بعدين رجعت على الصين كمان مرة رجعت لعبت بالدوري ومن بعد الصين كملت على لبنان طبعا أنا هاد الحكي هكيت لك يا بإشي صغير بس هو إله خمس سنين خمس سنين بتتنقل بمحطات مختلفة عادة حتى أنت وبالصين كانت تدريبات طول وقت مكثفة يعني تدريب عمليا مستمر ولو بتوصل لمرحلة إنه بتقول إنه سني مدرب قوي بشارك بالألعاب ومنقعد لا أكيد هالحكي ما في منه الواحد لو ما يوصل فوق أوكي سهل إنك توصل فوق بس السعب إنك تحافظ إنك تضلي فوق فإذا الواحد وصل لمرحلة معينة لازم يشتغل أكتر عشان يضله محافظ على هاي المرحلة فعمليا لو بدك توصف لنا كيف كان عمليا يمرق عليك الأيام أو التدريبات بالصين؟ بالصين؟ من الأوتيل للملعب 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 للأوتيل ولا شيء تاني تدريبات مستمر؟ تدريب كل صبح وكل ليل وكانت مباريات بالصين يعني مكثفة زيادة شوي لأنه للصين كبيرة فإحنا كنا نسافر بالطيران بين كل جيم و جيم بالدوري بيختلف عن أي بلد تاني بالعالم لأنه ممكن بالبلاد تانية تروحي بالباس مثلا ساعة وتوصلي إحنا لأ كنا نسافر ساعتين وثلاثة بالطيارة غير التمارين طبعا صباح وليل المباريات كان عندنا ثالث مباريات بالأسبوع يعني كان كتير مكثف كل الوقت يعني طول السيزن الأربعة والشهر كانوا هيك يكونوا طيب سانية أنا عندي كتير من الأسئلة وخاصة إنه مثلا فيه جيل اللي هو مثلا فيه صغار موجودين بالسرية اليوم وأنا بالصدفة لتقيت مع أكتر من حدا فيهم اللي بعرفوا ساني كتير مليح وخلقينهم موضوع هوس إنه يعني أنه بدنا نكون شاطرين بدنا نطلع بره البلد وهذه فكرة مش يعني مش كتير صحية لأنه الناس كمان تصير تفكر إنه يعني صحية أكيد الواحد بضي يتطور وهذا كمان يعني العالم مفتوح وين واحد بدي يروح بس أصدي وين بتشوف حالك اليوم بعد ما أنت مريت بهاي التجربة وحسيت قديش إحنا بنحتاجه وإلا أنت رجعت عالبلد يعني نسمع كمان عن خطتك بعدين بس وين الفجوة وين بتحس كمان إنه في كتير ناس عم بيحبوا الباسكت كتير بس صاروا حاسين إنه بدنا زي فلان نعمل بدنا نروح نسافر عشان بدنا نرجع زي ثاني مثلا صراحة هي يعني عندنا مشكلة هون بلاقيها أنا بالبلد بالثقافة الرياضية شوي معناها إنه هما بدهم يوصلوا بفكروا إنه إذا بدهم يوصلوا مثلا بيحضروا كل الناس نبيا بفكروا إذا بدهم يوصلوا زي الانبيا لازم هلأ تيش قليلو خد مليون دولار ونام بالملعب بتصير زي مايكل جوردن مثلا لا القصة كتير أصعب من هيك يعني في مراحل واحد لازم يمر فيها بداية من طلاب المدارس لازم يكون في دوري مدارس قوي يهتموا فيهم للولاد الصغار الفرق اللي بيرعبوا فيها بالأندي سواء أي نادي كان على فلسطين بمستوى فلسطين لازم يكون في إلهم مدربين لازم يكون في إلهم دوري منتظم على أساس إنه هذا اللاعب يقول أنا السنة الجاي بدي أعلي مستوي بهذه المرحلة هاي السنة الجاي بدي أعمل هيك وهيك بتتطور الأمور أنا أيامي كنت شوي محظوظ إنه الاتحاد كان عم بيعمل بطولات كل أسبوعين فكنت أنا من وأنا صغير عم نلعب بطولات كثيرة منلعب مباريات وبنفس الوقت اللي ساعدني أنا كسنة إنه وأنا عمري كان 13 أو 14 سنة كنت ألعب مع الفريق الأول يعني مع الفريق الكبار فهذا الحكي خلاني أنضج قبل عمري زي ما بقوله بالباسكت بقول طيب سنة بتشوف الصين والأردن هي أول أحلام ولا أخر هون؟ لا أكيد أول بتطلع لمستقبل أكيد أكيد طب بس الفريق الصيني كلهم صينيين؟ فيه صينيين كانوا كلهم صينيين صيب لأنه آه كانوا كلهم صينيين وأنا وتنين أمريكان كنا بالفريق فعني فيه حدا أحكي معهم آه بحس إنه فيه حدا غير الصيني يعني ملعب صينيين وفيه ثانيين ما حدش بغطي عليهم طيب دايما يعني لكل شخص بيبدأ في هيك حلم وبيمشي سريع يعني نحن نحن على أربعة خمسةين كمان يعني صح أنت بتعيش يوم بيوم بس ولكن كمان من فريق بفلسطين لدوري الصين واليوم لبنان والإسم عم بيكون كمان معروفين دوريات على مستوى عالمي ففيه أشخاص دايما بشجعوا وفيه كمان وحطاتوا أمور دايما تحبت فحكي لنا عن الأشخاص أو هاي التجارب بحبش أدخل في موضوع اللي بحبته صراحة لأنه مشكلتهم مش مشكلتي يعني أنا واصل واصل إن هم أحبطوني أو لا مش رح أتأثر فيهم بس اللي بيدعموه صراحة كتار يعني ما بديش أنساهم يعني بيساعدوني بكل إشي معنويا يعني كتير مرات المعنوية كتير مهمة أهم من اللياقة الجسدية وهالأمور فأهلي وصحابي وكل الناس يعني هدول ما بنساهم أكيد لأنه هم اللي بوقفوا جنبي هم اللي بدعموني في شعور وفرق إنه أنت دائما تلعب في على أرض مش يعني مش بين جمهورة كذي ما نقول أكيد صراحة يعني أنا لما بلعب هون بحس بشعور بشعور تاني يعني بكفي إنه الناس واحد يلعب بين بين أهل بلده وبين أهله يشوفوه لايف يعني يشوفوه يتفرجوا عليه بالملعب يعني كثير أهلي وصحابي بيحضروني على التلفزيون بس مش مش زيما لما الواحد يشوف إنه اللاعب قدامه بيخلف الوضع طب حكينا عن يعني لعبة هيك مؤخرا كانت أنت بالنسبة لك كانت مهمة أو يعني حتى فوز مهم آخر آخر لعبة صراحة بدور اللبناني نحطط على التلفزيون كانت كثير مهمة كان فريقي إذا منخسر بهاي المباراة رح ننزل على الدرجة الثانية وإذا منفوز منضلنا بالدرجة الممتازة ففاز فريقي وكانت المباراة كثير حلوة ومهمة طبعا بالنسبة لإدارة فريقنا عملوا احتفال كبير بعد المباراة وإنه ضلينا بالدرجة الممتازة كانت كثير ممتازة صراح لإلي كاسم وللفريق يعني إنه أنا قدرت أساعد الفريق طبعا مش طموحي إنه أنا بس أساعد فريق يضله كان طموحي إنه النافس تنوصل لمراحل تانية بس إجيت عالفريق متأخر وصار اللي صار وقدرنا نلحق حالنا وأهم شي نضل بالممتازة الثاني في دائماً فكرة بيحكوا عنها الرياضيين وبقولوا إنه خلي روحك رياضية في روح للرياضيين؟ أكيد صراحة مهمة حكيتنا عنها يعني في سنة روح الرياضية إنه إذا خسرت مش مستعد أعمل يعني زي ما بيقولوا في ناس إذا بيخسروا بيعملوا مشاكل كنت وأنا صغير شوي مشكلة بس هلأ بطلت هلأ إنه وجهة نظرك للرياضة اختلفت ولا لأنه في ظروف معينة؟ وجهة نظري كتير اختلفت صراحة لما طلعت من البلد تغير كل تفكيري عن الرياضة شفت ناس كتير عن مستوى أعلى شفت ناس كيف بتفكر بتعرفي لما تختلطي بناس مستواهم أعلى من المعلى منك يعني أو أعلى من الشخص يعني إذا الأدامك أعلى منك بتحبي تتعلمي منه بتشوف كيف بيفكر وأنا اختلطت مع هدول الناس بشكل كتير كبير والحلو بالموضوع إنه ببلاد مختلفة فيعني كل ناس بتفكر بطريقة معينة حيلا الروح الرياضية أنا بالنسبة إلي إنه أنا ما أخسر بس إذا خسرت ما عندي مشكلة بس إذا يعني بحاول لآخر شيء إنه أنا ما أخسر بس إذا يعني صار في ظروف لا يوم معين وخسرت أكيد هيك الرياضة يعني الواحد بيتحمل إذا علت وإنت بتحكي كلمة أخسر فكيف لو خسرت أنا حاسة؟ ثاني إيش بتفكر في المستقبل قريب وين في خطط واضحة بالنسبة إليك؟ الإشي الواضح إنه فيه هلأ مشاركة للمنتخب الفلسطيني بغرب آسيا بالأردن المفروض إنه إذا مشيت الأمور زي ما مخطط لها إنه تكون أحسن مشاركة لمنتخب فلسطين بالتاريخ يعني تكون كل اللاعبين رح يكونوا موجودين عنا مدرب الشغال على الموضوع من هلأ إذا كنا كلنا موجودين وكان كل شي تمام رح الناس كلها تفاجأ من المنطخب فلسطين وإن شاء الله يكون كل شي تماما طيب يعني بتفكر هلأ رح يكون فيه استقرار إليك بفلسطين؟ يعني مع المنتخب؟ يعني مع المنتخب بس بعد الفترة يعني رح يكون فيه إلى تحضير رح يكون فيه إلى كامبس لسه ما حدث المحل الموجود يعني ممكن أميركا ممكن لبنان ممكن بالمناطق القريبة شوي بعدين بدي أبلش أحضر للسيزن الجديد طيب عشان تنعرف أكتر أنا متأكدة أنه أنت موجود بفريق صيني هذا الليعب دوري معك إنه وجهك صار مألوف إذا بتلاقي لك فريق ياباني برضه مثلا ما عندي مشكلة أكيد ما عندي مشكلة ثاني فيه أسماء أو فرق اللي أنت يعني بالنسبة إلك هم على مستوى عربي أو عالمي ملهمين أو يعني كمان على المستوى الرياضي الناس تستغرب صراحة أنا فريقي سرية ترملة هون يعني أنا دائما معهم الناس تستغرب إنه لا ممكن تشوف فريقي ثاني أو ممكن فريقي ثاني يدعمك أكتر بس أنا يعني مرتاح بفريقي فريقي بحبه السرية بلعب معه كأني بلعب مع فريق من اللي بره بس بحس فيه إشي تاني جواي بتعرف الملاعب اللي واحد تربى فيها ولعب فيها والاصحاب اللي معه تربين معه بيخلف يعني الموضوع عن بره بره بطلع ممكن أشوفهم أرجع بحياتي ممكن ما أرجع أشوفهم بس برضه بنفس الوقت بلعبي يعني زي اللي بلعبه بالسرية وأكتر مع الفرق الثاني أكيد ثاني يعني أنا بنهاية أطلب منك جد شيء ممكن تحكي بالتحديد للجيل الأصغر اللي كمان يعني فيه ناس اللي عندهم شغف وحب وكمان لحدا بيحب الرياضة ومدلك قديش هي مهمة بيقدر قديش الأطفال بالتحديد هذا شيء مهم موجود إيش بتحكي لهم؟ فيه جملة دائما بحكيها غريبة شوي إنه المصاري ما رح تعمل اللاعب اللاعب هو رح يجيب المصاري فيعني أنت أشتغل حالك من هلأ ولو ما حدا أجى دعمك ولو حدا ما حدا أجى سوالك أي إشي ولو ما حدا أجى دربك أنت ضلك أشتغل على حالك وأي حدا بيتعب بيلاقي بيلاقي التعب اللي تعبه أنا تعبت وأنا صغير كتير تمرنت وكنت أطلع من المدرسة للملعب وأضلني بالملعب ألعب طول الوقت ما أترك ولا إيجي اسمه باسكت طابت الباسكت بالمدرسة حتى كنا نلعبها أظهر مرة لعبنا ضد مدرستكم يعني اللي بيتعب بيلاقي صراحة ولازم الواحد وهو صغير يتمرن لأنه إذا وإنت صغير ما اشتغلت وتعبت على حالك لما تكبر ما رح تلق الوقت لهذا الموضوع ثاني يعطيك ألف عافية ويعني عن جرد كتير فخرين في هاي التجربة ويعني أنت تستحق نحكي لك هذا الإشي لأنه أنت كنت عصامي في التجربة يعني اعتمدت على حالك بشكل كتير كبير وأنا يعني هلا بس أنت حكيت أنا بتذكر بس كان يكون في دوري الشهداء ضد السرية كنا كلما يكون فريق صغير دائما متعودي إنه ساني هو مع فريق الكبار يعني هو كان يكون أطول حدا بس هو أصغر حدا عمرا يعني فبتمنى لك كل التوفيق وقديش بسعدنا جدا إنه نشوف كمان في قصص تجارب ناجحة فلسطينيون أكيد أعمل نفس الشي برضو وإذا ما لقيت الشغل إحنا بتقدر تشترعنا تضبط للدواوي يعني